اشترك فندم اه قبل ما ادخل هوا الحقيقة كان زمالي في الاعداد كان معانا المحترمة الرائعة السيدة القديرة سمير عبا عزيز الفنانة الكبيرة اللي احنا كنا تصدقناها وقالت لنا الكلام دا الحقيقة وانا وجيت نظر يعني ايه انها واحدة من الجيل اللي يعني رائعة جدا وكانت معايا قالت ان انا ليس بيني وبين محمد رمضان اي شيء خالص وزي ابني الحقيقة لما ارد علي ان انا ابا امه وانا طلع امه الصحابة وامه امه امه العظماء قالت انا لأ يعني مش على محمد رمضان نما محمد رمضان بيعمل حاجات بلطجة فالحقيقة انا ما بطلعش امه بيقوله علي امه العظماء وامه بلطج فهو زال وبعت لها ابتعد قالت ان الكلام اللي هو قاله عني والشتيمة اللي بعتها لي هي الشتيمة قديمة قديمة قوي يعني من ساعة الحكاية ما قلتها معانا وبعدين قالت انا مستائج جدا الحقيقة ان السوشيال ميديا والدنيا كبرت المسألة وقعدت تعيد وتزيد وانا لما بتقول لي هو كتب بالكلام ده على صفحته على السوشيال ميديا ان امي وحاجات كده يعني وشتبها فقالت انا قلت الله سبط وخلاص يعني والمسألة كلست وقالت لي ان ناس بعتولها قالولي اشوف كاتب عنك بيقول ايه وقالت انا نسيت المسألة وقالت لي الحقيقة انا يعني المسألة قديمة قوي وانا ضحت ضغط الناس بيقولولي انت الشتامت وانت عملت انا ولا عايز اتكلم ولا حاجة وان صحيح ان في البرلمان مجلس الشيوخ الحقيقة في طلب احاطة متقدم يعني ان ازاي ده يحصل وانا عارف ان في حالة استياء وانا كمان خلينا اقول ان الموقف الرأى للسيدة سميرة عبدالعزيز تحيى عليه لانها في الاخر ام يعني ولان انا شخصيا اهو انا سيد علي وناس كتير جدا انا شايف ان محمد رمضان فنان كبير فنان ممثل مش عادي يعني بغض النظر بقى انا راضي عنه مش راضي عنه مش معنى ان انا مش راضي عنه عن بعض التصرفات لا انما ان انا عايز اقوله الحقيقة ايه فعلا شكرا للدكتور اشرف مقيب المهن تمثيلية انه اتظن للسيدة الفاضل انما انا عايز اقول لكل الزملاء بما فيهم زي احمد فلوكس اللي كان بيتكلم النجومية مسئولية ليه احنا كلنا بنحب محمد صلاح هل حد فيكم سمع ان محمد صلاح بيقول انا number one حد فيكم شاف محمد صلاح بيرمي دولارات او راكب عربية مش عارف ايه او بيعمل ايه رغم ان محمد صلاح number one بس احنا اللي نقول علينا number one محمد صلاح اعمال الخير اللي بيعملها مع الايتام وفي بلد وفي المدارس وفي المعد اللي عامله وفي تزويج البنات اليتيمات والمرتبات اللي بيديها للناس قد كل معظم الفنانين اذا كانوا بيعملوا حاجة والرجل لا يتكلم ولا والده بيتكلم ولا حد من قصرته بيتكلم والرجل بيجي قاعد في شقة في التجمع ويعني ولا حد سمع له صوت وعشان كده هو بركة دعا الوالدين ومئة مليون مصري اتحدى ان يكون واحد طبيعي سوي سوي ما بيحبش وما بيحترمش وما بيدعيش لمحمد صلاح لا انه نموذج لا انه نموذج للشخصية السوية انجلينا جولي اللي اتبرعت وعملت الايتام وراحت للمخيمات وراحت في سوريا وراحت على الحدود وراحت لبتغول ايدز قعدت واكلتهم وراحت لرونينج ما طبيعيتش وقيت انا نمبر وانه ولا عملت الفلوس ولا كذا الفلوس اللي بترمية دي بتيجيها للايتام والناس المرضى وكده وبالتالي وبالتالي حضرتك عايز تبقى نجمي تحمل مش تبقى نجمي تاخد عشرين مليون جنيه وتقعد في قصره فيلا وربنا يزيدك وتتنطط على خلق الله خاصة ان انت شكلك وادوارك انت طالع بتتكلم عن الناس الغلابة فيجب ان تكون شبه الناس الغلابة ما تتنططش عليهم وتذكروا نصيحة حكيم لابنه انك يعني اقولك ايه يعني اقولك ايه انما في كل الاحوال قوة مصر النعمة الناس دي احنا ابنه افرحانين بيهم صحفين والاعلامين والموسلين والمطربين والملحنين والكتاب هما دول قوة مصر النعمة احنا عايزين انه بقى احسن ناس نتعلم نشوف ام كلسوم وعبد الحليم وعبد الوهاب ونشوف يسرة نشوف الفنانين الكبار دول بيعملوا ايه ده انت ممثل ممثل يا اخ ان انت مع الناس الغلابة بعدين انت ليه طالع تستفز الناس يا ليه الناس بتحبك ليه ربنا مديك نعمة انت والاخرين بكلمك انت والاخرين لانك ممثل كويس وواعد وليك مستقبل وفرحانين بيك ربنا يديك يعني المريض ما بيحطش في باله وده غير غريب جدا عينة الدم اللي هياخدها بقاش مش تقاش شغل باله قوي وهي دي شكت ابرة عند الشكت بعد الرجبة اه يعني بقاش مفكر في دي بفكر في حكاية حقنا المستقبل شوي أنا عملت حقنا أول مرة وأقسم بالله ما حسيت بأي حاجة غير بيشكت سن الإبرة يعني زي الأنصرين بتاع السكر التمريد بعد ما عام ربطه كويس يروش وسبليه زي لو كان سبليه هو بيخلال دقيقة دقيقتين بيبدأ يعمل تخدير شوي لازم بناخد التاريخ المرضي للعيان سنك قد إيه المشاكل المرضية اللي موجودة عندك اللي بتأثر على الشغل اللي احنا بنعمله المشاكل المرضية ديت هل هي تحت السيطرة ولا هو من نوعية المرضى المشاكل الصحية اللي عنده ديت هو مش مسيطر عليها قوي لازم نلحق الميوجعش وفي نفس الوقت بقى سموز سهل هل فيه تاريخ مرضي قبل كده جراحي هل هو فيه بعض المرضى بيجي إنه بعد ما عمل عملية نفي علاج خشونة الرجبة إحنا حطين البروتوكول الكبير اللي بيشمل كل الناس